مهرجان الثقافي الخمسة وخمسين اللي حتقام من خمسة وعشرين يناير لحد ستة فبراير عشرين أربعة وعشرين والشعار لهذه الدورة نصنع المعرفة نصون الكلمة الحقيقة انه كل الامم اللي وضعت القراءة في أول أولوياتها صنعت الفارق في تاريخ الامم الاطلاع والمعرفة على الفنون والأدب ويعني كل أوجه المعرفة الحقيقة الكتب بتوفرها فانه نكون عندنا جزء كبير في حياتنا مخصص للقراءة ونتعود على ده كل البيوت فتبقى أمة قارئة ده موضوع فارق ومهم الإقبال الكبير اللي احنا بنشوفه على معرض الكتاب اللي كل سنة بالمناسبة بيفوق السنة اللي قبلها وده بيقبلوا بقى زيارة عدد النشرين ودور النشر وكل الأفكار الجديدة اللي بنشوفها كل سنة داخل معرض الكتاب بيبقى مبشر إنه الأجيال اللي جاية اللي يمكن ناس كتير بتظلمها ويقولوا دي أجيال لا تقرأ لا هي الفكرة أنه هي تقرأ تقرأ إيه بالزبط وإيه اللي بيقدم لها وبنشوف إنه المبيعات بتاعة معرض الكتاب كل سنة بتكون فارقة فمهم جداً لكل النشرين إنهم يكونوا موجودين حنتكلم مع حضرتكم بالتفصيل عن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مع ضيفنا اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو أستاذ محمد الفئي وكيل وزارة الثقافة وعضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب مساء الخير على حضرتك مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السنة المشاهدين الحقيقة أن السنة المعرض بيقام برضو في ظروف ما هيش أسهل حاجة اقتصادياً على العالم كله لكن شايفين زيادة في عدد النشرين حوالي يمكن يفوق 150 نشر زيادة عن الدورة اللي فاتت وشاركة 70 دولة فالحيانه في يعني استمرارية وتأكيد على ريادة معرض القاهرة الدولي للكتاب في الوسطة الثقافية فعلاً معرض قاهرة الدولي للكتاب يعني طول عمره زي ما تعودنا أنه يعني في ظل أي تحديات وأي ظروف بيكون متميز ويكون هو الأكبر والحدث الثقافي الأعظم على مستوى المنطقة يعني الجمهور بينتظر المعرض ده من السنة للسنة وأيضاً الناشرين لأن بالنسبة لكل الناشرين معرض قاهرة الدولي للكتاب بيمثل الموسم الأكبر بالنسبة لأي ناشر ولذلك بيحرصوا على أن يكون عدد من الإصدارات أكبر عدد من الإصدارات الحديثة بيجاهزوها يعني قبلها بشهور أن لم يكن من الدورة السابقة يعني بيكونوا بيجاهزوا للإصدارات والعنوين اللي هيشاركوا بيها في المعرض ده بيؤدي إلى يعني جذب الناشرين للمشاركة والاهتمام والتزاحم على المشاركة في المعرض لأنه طبعاً بيمثل بالنسبة لهم المبيعات الأكبر على مستوى السنة بالنسبة للمشاركة طيب إحنا بنتكلم أنه إحنا عندنا ناشرين زيادة عن السنة اللي فاتت حوالي فوق 150 الناشر السنة دي فيه ألف ومتين ناشر فعلاً مقارنة بالسنة اللي فاتت ده بزيادة أكثر من 150 تاريباً وأيضاً المشاركات الدولية عندنا 70 دولة مشاركة من سواء من أوروبا ومن آسيا ومن يعني من كل أفريقيا والأمريكاتين كل القرارات دول كتير جداً مشاركة طبعاً على رأسها ضيف الشرف السنة دي مملكة النرويج فعلاً في محاولة مننا يعني للتعارف وتألف ثقافات وتبادل المعرفة والإبداع بيننا وبين شمال أوروبا ده طبعاً مهم جداً أن احنا نتعرف ونصدر ثقافتنا ومعرفتنا وإبداعنا ليهم ونستقيم أيضاً ونتعرف على ثقافتهم وعملين طبعاً برنامج لضيف الشرف كبير جداً عايزة أقف هنا عند موضوع البرامج لأنه بيقى فيه فعليات كتير جداً في معرض الكتاب بتبقى تطهورة ثقافية هامة جداً ضيوف عظام الناس بتستناهم والناس خلاص بقيت بتستنى يعني المؤلفين يمدلهم على الكتب وبتبقى حالة لطيفة جداً موجودة في المعرض في الدورة الخمسة وخمسين حضرتك شايف لو أنا من الناس اللي بتروح معرض الكتاب كل سنة إيه اللي بالنسبة لي حيبقى مميز في هذه الدورة لو أنا ليس أول مرة روح فأنا أعتقد أن أنا مش هبقى عارف أعمل إيه ولا إيه لو حضرتك أول مرة تروحي يعني أي شخص هيروح هيجد كل المجالات الثقافية والمعرفية والفنية هيلاقيها هناك حتى للطفل يعني لكل أعمار لكل الأعمار موجودة هناك الاهتمامات كلها موجودة سواء كتب من إزدارات في كل المجالات في التاريخ والفلسفة والفنون وكل المجالات موجودة إزدارات بالإضافة إلى ندوات وفعاليات ثقافية تصل إلى 550 فعالية ثقافية في أثناء هذه الدورة طبعا من ضمنها فعاليات ثقافية للطفل في صالة قاعة يعني كبيرة جدا مخصصة خصيصا للطفل سواء كتب أو أنشطة للطفل من حكي وورش وفنون وكثير من الفعاليات اللي موجودة خلال الدورة 55 إحنا كمان شخصية المعرض الصنادي رأيت أدب الطفل الأستاذ يعقوب الشاروني وبتأكيد الاختيارات دي انتوا بتاخدوا فيها وقت وبيبقى عندكم ترتيبات معينة علشان نشوف كل سنة الحقيقة بيبقى اختيار بنفضل نفكر كده ممكن تكون إيه الأسابيع المطروحة السنة الفاتت كان أستاذ نصلاح جهين طبعا هو السنة دي شخصية المعرض الدكتور سليم حسن عالم المصريات الأشهر والأكبر في تاريخ مصر وشخصية المعرض للطفل هو الكاتب ورائد أدب الطفل أستاذنا الراحل يعقوب الشاروني اللي تعلم وتتلمز على أدبه الكثير من أجيال كثيرة جدا طبعا ده بيبقى بناء على طبعا نجمة الاستشارية العليا اللي بتختار الشخصيات الشخصية في المعرض بناء على مدى تأثير الشخصية وطبعا بتؤكد وترسخ أهمية مجالات كثيرة يعني مجالات كثيرة في في اختيار الشخصية لما يبقى عالم مصريات السنة اللي فاتت لي بيبقى شاعر عمية السنة دي رائد أدب الطفل الأستاذ يعقوب الشاروني السنة اللي فاتت كان رائد أدب الطفل طبعا الأستاذ كامل كيلاني طبعا احنا بيبقى ده بيبقى بناء عليه بنعمل محاور لهذه الشخصيات في قاعة رئيسية سمية قاعة سليم حسن فيها برنامج ومحور كبير جدا عدد من الندوات وكبار المفكرين بيشاركوا فيها وأيضا بالنسبة للطفل عدد كبير جدا من الفعاليات في حوارات بين الطفل وبين كاتب أدب الطفل الحقيقة أدب الطفل وخطورة ما يقدم للطفل وإحنا بنتكلم عن الأديب عقوب الشاروني شيء مهم جدا وخصوصا من الأطفال اللي بتعيش يعني أنا بشوفهم الحقيقة بيعيشوا عوقات ما هيش سهلة بكل اللي بيحصل حوالينا من يعني كورونا للحروب وبقوا يعني عندنا طول الوقت حكايات عايزين نقولها لهم لكن نفتقد الطريقة حنحكيها لهم إزاي ونقولهم إيه؟ الفعاليات اللي بتنظم للطفل في المعرض السنة دي زي بتتناول كل هديه المتغيرات؟ هو الطفل له عالمه الطفل له عالمه إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنروح له لعالمه ده وبنعمل يعني اللي بنقدر نوصله له من الرسائل إحنا بنبعث له رسائل وحاجات لعشان إحنا الطفل بالنسبة لنا هو القائد غدا وهو الطبيب وهو المهندس وهو اللي هيكون يعني قبطان سفينة الوطن زي ما بنقول فيما بعد فإحنا بنعمل إيه؟ بنبني وننشئ الطفل ده من خلال الأنشطة ومن خلال الأدب ومن خلال الحاجات اللي إحنا عايزين نقدمها له طبعا ده بيبقى يعني خطير جدا لأن بنتحسس الأمور يعني رحمة الله عليه الأستاذ يعقوب الشهروني كان دايما كنا بتعلم منه كده على فكرة لما بيقدم حاجة للطفل لما بيناقش حاجة من حاجات مناقشات في أدب الطفل كان حريص جدا على منتهى الدقة فيما يقدم للطفل الهدف له ورسالة إيه؟ دلوقت يعني ما يقدم للطفل يعني خليه عنده سلاح يقابل به كل اللي إحنا بنشوفه يتسلح بالقراءة وحيقرأ إيه حداك شايف إيه اللي معروض بالنسبة للأطفال النهاردة في معرض الكتاب اللي معروض للأطفال من خلال الإصدارات الصادرة عن قطاعات وزارة الثقافة مثلا يعني معاني الوزيرة الأستاذ دكتورة نيفين الكلاني بتؤكد دائما وتوجه لي الاهتمام بالطفل والاهتمام بما يقدم للطفل من خلال قطاعات يعني في المركز القومي لثقافة الطفل ده بيقدم عدد تبير جدا من الإصدارات والأنشطة والفعاليات للطفل بالإضافة إلى الهيئة العامة والأطفال الثقافة أيضا لديها يعني سلسلة إصدارات زائد مجلة للطفل يعني بالنسبة للدولة وبالنسبة للقطاعات الرسمية بتقدم للطفل يعني كل ما هو يحتاجه ولكن ده مش كافي وإحنا محتاجين يعني تكامل شوية محتاجين الأسرة معانا شوية يعني الأب والأم بيبقوا سايبين الطفل قدام الموبايل لساعات طويلة وده شيء في منتعى الخطورة يعني المفروض هم يعني يكونوا معنا شوية في التوجيه بالإضافة إلى دور النشر المفروض يكونوا دور النشر مش مقبلين بما يكفي لإصدارات موجهة للطفل طبعا إحنا عندنا الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهيد دين عندنا أكتر من إصدار للطفل بيصدر مكتبة الأسرة في حاجات إصدارات للطفل بالإضافة إلى سلسلة سنابل موجهة للطفل أيضا عدد من الإصدارات يعني مهمة ومفيدة للطفل ولكن بأكد تاني إحنا محتاجين يعني أعتقد التكامل ده كمان لازم يكون فيه دور للمدرسة لأن المدرسة لما بتوجيههم للقراءة ولما نقول إنه عندنا معارض القاهرة الدولي للكتاب تلاقي الولاد متحمسين وعايزين يقروا لكن أنا معتقدش أن التنصيق ده بيحصل بشكل رسمي هو فيه برضو عشان يعني يعني في مدارس أنا عارفة مدارس بطلع رحلات لمعارض الكتاب نعطي برضو نعطي كل حد حق يعني فيه ضمن 94 وزارة وجهة مشاركين في تضافر جهدهم مع بعض في هذه الدورة من ضمنها وزارة الرباية والتعليم اللي بتنظم فعلا بتنظم رحلات لأن إحنا لهيئة المصلاة العامة للكتاب مخصصين يعني محور أو ملف رحلات لتلقي رحلات جامعية من الجامعات ومن المدارس للمعرض على فكرة ده مجانا ودخول للرحلات مجانا للمعرض بدون مقابلة وبدون تذاكر بالإضافة إلى أن طبعا فيه فعاليات بتحصل بالمشاركة مع وزارة الرباية والتعليم ندوات وندوات معرفية وتثقيفية فده بيحصل يعني مهم أن كل واحد يلاقي الفرصة أنه لو عايز يشترك في الرحلة المجانية لتابعة مدرسته دي يقدر يشترك أنه تكون يعني كل المدارس إذا ما كانش معظمها ممثلة في هذه الاتفاقية يتكلم معرضتك برضو عن الأسعار وده يهم الناس بشكل كبير لأنه أسعار الورق أصلا والطباعة زادت في العالم كله فإزاي ده بيؤثر على صناعة النشر وإزاي معرض الكتاب بيكون فرصة لكل يعني من يهوى القراءة أنه يحل الأمر شوية ويلاء الكتب وأسعارها لكن هستغلصنا حضرتك نروح لفاصل ونرجع مستمرين في حدثنا عن الدورة الخمسة وخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب مع أستاذ محمد الفئي فاصل ونكمل كلام لسه مستمرين في حدثنا عن الدورة الخمسة وخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب مع أستاذ محمد الفئي وكيل وزارة الثقافة هو عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب كنا نتكلم قبل الفاصل عن الأسعار وإزاي اتأثرت أسعار الكتب بارتفاع أسعار الورق والطباعة عالميا معرض الكتاب الحقيقة بيبقى فرصة كبيرة أنه نلاقي كتب كتير أصلا ما بنبقاش لقينا نلاقي لها إصدارات وتكون موجودة في معرض الكتاب والأسعار بتبقى فارقة ده فعلا وطبعا في زيادات كبيرة جدا في الأسعار الورق فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ولكن احنا لازم نأكد على حاجة المعرض القاهرة الدولي للكتاب بيحرص كل مشارك فيه بما فيه من دور النشخ الخاص بأن يعملوا تخفيضات بمناسبة المعرض مش موجودة عندهم طول السنة دي مختخفيضات بيعملوها وخصومات للقارئ في معرض القاهرة الدولي للكتاب مخصصات لي بالإضافة إلى أن طبعا وزارة الثقافة بقطاعاتها يعني بتقدم الإصدارات والكتاب بأسعار يعني في غاية السهولة وفي متناول الجميع فعلا يعني احنا عندنا جناح مبادرة وزارة الثقافة اللي أطلقتها يستاذ الدكتورة نيفين الكلاني وزير الثقافة بمبادرة الثقافة والفن للجميع ده في جناح مخصص ليها الجناح ده الكتاب فيه ما بيزدش عن 20 جنيه يعني ممكن حضرتك تلاقي فيه كتاب بـ 3 جنيه وبـ 5 جنيه وبـ 7 جنيه وبـ 6 جنيه كتير جدا عدد من العنوين المهمة اللي ممكن ما تلاقيهاش يعني بسهولة تلاقي العنوان تلاقي كتاب بـ 7 جنيه وبـ 8 جنيه ده طبعا مفيش أسعار كده يعني في أي حاجة أبدا بالإضافة إلى أن التخفضات اللي في الجناح الرئيسي يعني غير ده ده جناح المبادرة اللي هو المخفض الجناح الرئيسي اللي هو الجناح الأم اللي هي المصلة العامة للكتاب يعني فيه تخفضات بتصل إلى 20% بالإضافة لأن سعر الكتاب بالفعل مش مبالغ فيه ده يعني وفق خطة العدالة الثقافية اللي الدولة ماشية فيها وطبعا ده عشان يعني لضمان وصول الكتاب لكل واحد ما محتاج الكتاب والمعرفة والثقافة طيب نوعية التسليلات اللي عملناها لأي معوقات ظهرت الدورة اللي فاتت وإحنا بالتأكيد كل دورة عايزين نشوف يعني دورة أنجح من الدورة اللي قبلها نوعية المعوقات اللي حصلت والحلول اللي اتعاملت لها سواء على الجهات التنظيمية أو بالنسبة للنشرين المعوقات بصراحة هي المعوقات بتبدأ يعني تنتهي خالص احنا بنعمل يبقى بنزود في التسهيلات والخدمات المقدمة يعني زي احنا بن مثلا دخول زوي القدرات الخاصة بيدخلوا مجانا دخول كبار السن بيدخلوا مجانا هم وزويهم يعني لما يجي حد من زوي القدرات الخاصة أو كبار السن ومعهم زويهم بيدخلوا مجانا من تراكل وحدهم مع تسهيلات من خلال الشباب المتطوعين في برنامج أنا متطوع اللي هو ما بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة الكتاب ووزارة الشباب المتطوعين بصراحة في مهرجانات عدة وفي محافل عدة مصرية بقنا بقشوفهم سر كبير من أسرار نجاح هذا المحفل الدولي مش بس في المصر الحقيقة عندنا مجموعة من الشباب بيبقوا زي الورد الواحد بيسيبه هو بيعمل ايه وبيعرض يتفرج على طريقتهم في استقبال الناس وطريقتهم في حل مشكلة كمان يتحط فيها حد فلا يعني جيش مدرب ومنظم بيكون سبب كبير في نجاح المعرض لما أنا بتكلم عن المعرض التهرد ده فعلا مجموعة من الشباب يعني فعلا بنفتخر بيهم وبنتشرف بيهم يعني احنا بنشوف مواقف ومشاكل بيقابلوها وبيحلوها بنشوف ازاي بيحل وازاي بيتعرض لي على فكرة هما بيتعاملوا مع جمهور التعامل مع الجمهور مش سهل أبدا لما يبقى شاب لسه هما شباب في الجامعة كلهم شاباب صغير لما يتعامل مع جمهور يعني في ناس كتير جدا صعب عليها التعامل مع جمهور لأن الجمهور له طريقة معينة في التعامل له طريقة في حل المشكلة أو أي أزمة بتطرق عليهم الشباب دول بصراحة يعني مدربين كويس جدا عندهم يعني حكمة بشكل أكبر من سنهم مش فعلها يعني فإحنا بصراحة بنقدم لهم كل الدعم وكل التشجيع عشان هما فعلا يستحبك ده رسالة حضرتك لكل اللي راح يزور المعرض في الدورة الخمسة وخمسين أي ما يفوتوش في المعرض السنانيتي؟ لا ما يفوتوش حاجة والحقيقة كل رقم في معرض الكتاب مليان بهجة يعني فعلا ما بتبقاش يعني يوم مش كفاية ولا يومين كفاية لا فعلا حضرتك عنديك حق يوم مش كافي ما يفوتوش حاجة من كل القاعات الخامسة ما يفوتوش حاجة من النقاط اللي فيها حاجات فنية يعني كعاس في مفرد وبعض الحاجات زي كده الندوات والفعاليات الثقافية السرية جدا وفي غاية الغنى والثراء الفكري طبعا كثير من الفعاليات وكثير من الأنشطة للطفل في حاجات للطفل مبهجة جدا زي مصرح وعلى الأول نأكد على الأسرة المصرية ممثالة زيارة معرض الكتاب وقدينا ممكن يعني يضيف روح من الألفة والبهجة على حتى وجودنا مع بعضك أسرة داخل أروحة معرض الكتاب السندي في دورته الخمسة وخمسية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد الفئي وكيل وزارة الثقافة وعضو لجنة العليا لمعرض الكتاب شكرا جزيلا أسعدتنا بوجودك معنا شكرا يا فليم إن شاء الله دورة نكحة من معرض الكتاب شكرا جزيلا كده مشاهدين وصلنا لاختام حلقتنا دايما أشوفكم على ألف خير